السلام عليكم وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة تحقيق البيانات على الاكسل باستخدام Power Query او مبادئ Power Query PQB الفيديو ده PQB07 هنشوف ازاي نعمل تحويل للبيانات لان الفيديوهات السابقة اتكلمنا على استخراج البيانات وشوفنا ازاي ممكن نستخرج البيانات من csp file او من excel workbook او من نفس الworkbook حتى شوفنا ازاي ممكن نجيب بيانات من قاعدة بيانات access وشوفنا كمان ازاي ممكن نجيب البيانات من الانترنت وفي سبع فيديوهات سابقين على الفيديو ده موجودين الرابط بتاعهم موجود في description كمان ممكن تلاقي الرابط بتاعهم موجود دلوقتي حالا فوق الشاشة لو حبيت تتفرج على سلسلة من اولها لكن النهاردة هنعمل تأسيم الاعمدة الى صفوف ايواء هنقسم العمود الى صفوف في الحقيقة الفيديو ده بيعالج مشكلة المشكلة دي هي ايه ان احنا جاي لنا بيانات لفواتير العملة ولكن البيانات دي كلها جاية في عمود واحد يعني رقم الفطورة واسم الشهر والقيمة كلهم جايين في نفس العمود كمان بيانات اكتر من شهر جوه نفس العمود يعني ممكن نلاقي الكمبينيشن ده متكرر كذا مرة جوه نفس الخلية في نفس العمود لنفس الكاستمر مش كده وبس كمان انا مش عارف متكرر كم مرة يعني ممكن يكون في شهر واحد لكل عميل او يكون في اكتر من شهر لكل عميل وكل البيانات دي موجودة في عمود واحد زي ما هنشوف لما نروح على الاكسل طب ايه المطلوب المطلوب ان يقسم البيانات دي داخل اعمدة متجنسة من حيث نوع البيانات يعني رقم الفطورة يكون في عمود مستقل رقم الشهر في عمود مستقل او الشهر اسم الشهر في عمود مستقل والقيمة الرقمية او الفاليو بتاعت الفطورة تكون في عمود مستقل ولما اعمل كده حقدر اعمل تقرير عن فواتير العملة باستخدام الPivotTable وإحنا بنعمل الشغل ده حنستخدم موضوع تقسيم الأعمدة أو Function أو Functionality موجودة في الPower Query اسمها Split Columns وحنشوف فيها إزاي ممكن نقسم العمود إلى صفوف يعني عمود بالعرض كده أقسمه إلى صفوف تحت بعض وده باستخدام Delimiter أو محدد Delimiter ده مثال عليه زي الDash أو الComma أو الSemiColon أو الTab كل ده بيعتبر Delimiter هنشوف كمان إزاي ممكن نقسم العمود من بداية الرقم يعني لو في Text و Numbers لما يشوف Number يبدأ يقسم والعكس لما رقم يخلص يبدأ يشوف Text يبدأ كمان يقسم فهنشوف مرة كده وهنشوف مرة كده كمان هنشوف ممكن إزاي نقسم العمود حسب عدد الحروف اللي موجودة في العمود مش كده وبس آخر حاجة هنشوف إزاي لما نضيف فواتير جديدة أو عملة جديدة يتم تحديث البيانات بشكل تلقائي بمجرد أن أعمل Refresh لو عايز تشتغل معايا وانت بتفرج على الفيديو أو حتى لو عايز تتدرب بعد ما تشاهد الفيديو ممكن تنزل تحت في الديسكريبشن هتلاقي لينك ممكن تستعمله عشان تعمل داونلود للإكسل وورك بوك اللي أنا هشتغل عليه كمان لو لسه مشتقتش في القناة لو سمحت استخدم زر سبسكرايب واستخدم زر الجرس كمان علشان يجي لك موتيفكيشن لما نعمل فيديوهات جديدة في الأكسل شيت اللي معايا النهاردة زي ما انت شايف دا Extraction من سيستم موجود فيه 2 columns بس الكولوم الاولاني فيه Customer ID أو رقم العميل زي ما انت شايف عندي 13 Customer ID وحتلاقي بعد كده كولوم تاني اسمه Invoice Details أو تفاصيل الفواتير لو بصيت شوية وقربنا كده وحاولنا نشوف مع بعض هتلاقي أول جزء موجود هو رقم الفاتورة Invoice ودي رقمها أهو وبعد كده حضرتك هتلاقي موجود Amount وبعد كده الامount فيه داش يعني الأول فيه رقم الفاتورة وبعد كده فيه سيمي كولن وبعد كده فيه amount اللي هو 9,219 وبعد كده داش واسم الشهر هنا January بعد كده فيه Space وبعد كده فيه فاتورة تانية وهكذا هتلاقي الموضوع متداخل جدا ولكن اللي أقدر استنتجه من هنا ان كل record من دول كل بيانات مجموعة فواتير في بينهم Space يعني كلما تلاقي Space تبدأ بيانات فاتورة جديدة وكلما تلاقي Space تلاقي فاتورة جديدة وفي نفس الوقت زي ما انت شايف مثلا العميل الأولاني عنده أدي 1, 2, 3, 4 فواتير ولكن العميل ده عنده 6 فواتير العميل ده عنده 5 فواتير فطبعا الديتا غير منظمة بالمرة وإن أنا أطلع منها report شيء صعب جدا ولكن باستخدام Power Query هتلاقي الموضوع في منتهى السهولة وأنا واقف على أي سيل جوه الرينج ده عايز أول حاجة أحوله لتابل عشان بسهولة أدخله جوه الPower Query هستخدم الشوتكات الشهير Ctrl-T وهيسألك إذا كان عندك هيدرز في الديتا دي وأنا في الحالة دي عندي هيدر فهعمل check على MyTable hasHeaders وأقول له أوكي هتلاقي على طول حول هالك لتابل من Table Design هروح على الشمال خالص وبدل ما هو اداله اسم Table 1 هسميه أنا Input Enter والPower Query موجودة في Data Ribbon زي ما احنا عارفين فهروح على Data على الشمال خالص حرق Get and Transform وحرق الايكون الصغير ده اللي هيقولك From Table أو Range هدوس على الايكون ده على طول فهيفتح لك على طول Power Query Editor عشان تعمل التransформation في التابل بتاعك أنا دلوقتي جوه Power Query Editor وزي ما انت شايف قدر اتنين Columns بتوعي في التابل الصغير وزي ما انت شايف اسم الكويري جاء اسمه Input زي ما انت شايف لكن انا المرة دي عايز اغيره واخليه Output وزي ما انت باصص على هتلاقي السورس اللي راح جاب في الديتا وبعد كده هو لوحده حاول يعمل وعمل لوحده أنا مش محتاجها دلوقتي فهعمل من دي هعمل وحبص على الديتا بالشكل ده زي ما اتفقنا وبصينا عديتا مع بعض احنا بعد كل space بيظهر مجموعة بيانات جديدة معنى كده ان اول مجموعة بيانات لازق في بعض ده فطورة على بعضيها فيها رقم فطورة وفيها الاماونت وفيها الشهر بعد كده في space وفطورة تانية وهكذا المطلوب بقى ان انا اعمل تقسيم على الاقل يبقى عندي الفواتير ومنهم هلاقي ايكون مشهور اوي موجود في النص في transform اسمه split column اول ما هادوس على split column هيفتح لي menu ويقول عايز تعمل split ازاي الحالة بتاعتي انا عايز استخدم delameter فهادوس على delameter by delameter هيفتح لي direct box عشان يسأل عايز تعمل ازاي بالزبط عملية الcolumn split طبعا لو فتحت هنا هلاقي option كتير هلاقي column وقامة وحاجات زي كده وفي space احنا اتفقنا ان كل مجموعة بيانات بينهم space فهاختار space وزي ما انت شايف عندي split at ممكن left most يعني اعملها مرة واحدة من الشمال او right most يعني اعملها مرة واحدة من اليمين او each occurrence وانا عايز each occurrence يعني كل لما تلاقي space اعملي عملية فصل للكolumn لحد كده ده شيء معروف وسهل لكن لو روحت على advanced option ودست هنا هتلاقي ميزة كويسة جدا اسمها split into rows فانا لو اخترت split into rows كل فاتورة هتنزل لتحت الفاتورة اختها يعني بعد اول فاتورة هيروح منزل row ويفتح لي فاتورة جديدة وحيكرر لي ارقام customers اول ما حدوس على ok زي ما انت شايف table طول وبقى عندي فاتورة في كل سطر invoice details اهو نفس الكلم وحصل ايه زيادة في عدد rows بعد ما كانوا حوالي 13 row بقوا 48 row وبقى عندي فاتورة منفصلة في كل سطر وده طبعا شيء مهم جدا وحتلاقي هنا في تكرارات في ارقام customers وطبعا ده مفهوش اي مشكلة بالعكس ده اللي انا محتاجه بالزبط الواحده برضو اعمل change type انا مش محتاجها red x واعمل delete الوقت عايز ابدأ اقسم بقى ازي ما اتفقنا انا عندي اول حاجة invoice number بعد كده semi colon وعندي بعد كده amount وبعد كده واسم الشهر عايز ابدأ اقسم هروح تاني على split column وبرضو by delimiter المرة دي delimiter بتاعي هيبقى semi colon ممكن اختار من هنا على طول semi colon ليه ده لما اختار semi colon هيعمل اول حاجة زي ما انت شايفهو ادي رقم الفطورة وراها semi colon فده هيفصل لي رقم الفطورة في column لوحده ونفس الكلام هاختار age occurrence of the delimiter كل ما تلاقي semi colon اعمل لي عملية فصل هدوس على اوكي هتلاقي invoice details تقسم الى invoice details dot one وinvoice details dot two بس هو للأسف حاول يكون زكي وحاول لي ال date حاول لي ال data type الى زي ما انت شايف الى date وده طبعا بوازلي الدنيا فعشان كده هروح تاني على red x بتاع change type دي واروح مدلتها فلما هدلت الخطوة بتاع change type هترجع لي تاني amount وبعد كده dash وبعد كده اسم الشهر محتاج اعمل تقسيم تاني للكولوم الجديد ولكن المرة دي هنعمل بشكل مختلف هروح تاني على split column وحدوس على السهم من التحت وهاختار المرة دي حاجة اسمها by digit و non digit معناها ايه لما حضرك تلاقي رقم اول ما انتهي الرقم وتلاقي بعد كده حاجة في الحالة دي والليكن مثلا في اول سطر في 9 2 1 9 وبعد كده dash فبعد لما تخلص التسعة دي قبل ما يشوف dash على طول هيعمل عملية تقسيم وبالتالي اقدر اختار by digit to non digit هدوس عليها زي ما انت شايف فصل الرقم لوحده وبعد كده بقى عندي dash وجان و dash و march وهكذا طيب الخطوة اللي بعد كده محتاج اشيل dash dash هي اول حرف موجود اول character موجود تاني هروح على split column واختار السهم من اللي التحت وحلقي حاجة اسمها by number of characters يعني اختار يعمل فصل بعد كام حرف هدوس عليها هيفتح لي تاني نفس الوضع وحيقول لي انا عايز رقم ال characters اللي انت عايز تفصل عندها فحقوله لو سمحت بعد character واحد هقوله once as far left as possible يعني اعملها لي مرة واحدة من الشمال وحادوس على ok هتلاقي بعد كده فصلي ال dash لوحدها وفصلي الشهر لوحده دلوقتي انا مش محتاج ال column بتاع ال dash ده right click وحقول له remove فبقا عند حركة ده ال customer id بعد كده ال customer invoice بعد كده ال invoice details دي اللي موجود فيها ال amount واخر حاجة عندك موجود اسم الشهر دلوقتي ممكن اعمل انا الوحدي بقى اقوم بعملية change type بالشكل اللي انا شايفه اول اتنين واخر واحد دول هيبقوا text فهاختارهم من الheader ودوس control واختار كل الheaders ومن det5 فوق بعد اما كان مكتوب any حدوس على السهم ده وقوله دول لو سمحت خليهم لtext وهاختار المكان اللي في amount وبدل ما هو whole number هاختاره هاخلي decimal number فضيلي خطوة واحدة بس اني اغير المسميات بتاعت الheaders انا عايز اغيرها فاول واحدة دي هسميها invoice number وenter double click على الheader بتاع التانية amount وenter والتالتة month ودوس enter حضرتك كده جاهز ممكن تعمل load هروح على home close and load close and load 2 هيفتح الويندو بتاعة import data هاختار table مفيش مشكلة existing worksheet هروح على sheet اللي اسمها output واختار top left ودوس على ok هتلاقي الكويري بتاعتك بتظهر هنا وبيحصل لها loading زي ما انت شايف ادي query اسمها output 48 row هصل لهم loading ولو روحت على sheet اللي اسمها output هلاقي زي ما انت شايف الدنيا عندك بقى شكلها كويس جدا اقدر انا اقف على table ده ادوس على alt n v عشان اعمل pivot table ويبرضو هاختاره في existing worksheet خليلا نحطه جنبه وندوس على ok هكارية pivot table تعال نسميه هنا من على الشمال من pivot table analyze اروح على الشمال خالص ودي له اسم ولي يكن اسم invoice report ودوس enter كده خلاص ادينا اسم ممكن نقفل الwindow دي تعال نعمل report سريع حط month في columns ويحط لي amount في values right click عشان تعمل number format هاختار currency zero decimal places ok بعد كده حط customer id في rows ادي كل العمل بتوعك وقادي اجمالي الفواتير في كل شهر لكل عميل حط invoice number تحت customer id بعد report ممتاز جدا فيه رقم customer والفواتير اللي اصدرت لكل customer والشهور موجودة بالعرض وزي ما انت شايف ديتا كان شكلها ملخبط بالشكل ده نديرنا نطلع منها output والreport الضريف ده كمان انت ممكن بعد كده لما يجيلك ديتا جديدة زي ما انت شايف هنا الTAB اللي اسمها more data موجود فيها بيانات زيادة لنفس الـ customers ولكن للمعلومات بتاعة شهور من جولاي لغاية august انت لو بصيت هنا عندك لغاية june فهنا في معلومات زيادة اقدر اخدها copy وروح على customer data واقف على اول sale الفاضية في الـ وقل control v عشان اعمل paste لو رحت على output بتاعك زي ما انت شايف هنا لو عملت الفلتر موجود بس من ابرل لغاية june لو قفت هنا وعملت right click وقلت refresh وفتحت الفلتر تاني هتلاقي ديتا بتاعتك موجود فيها كل الشهور روح على pivot table و right click وعمل refresh هتلاقي البيانات بتاعتك موجودة لغاية شهر ديسمبر نفس الخطوات اللي عملنا بيها transformation للديتا عشان همتسيفة في power query اتعادت كلها بالكامل وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو شكرا جدا لوقتكو وارجو تكونوا استفدتوا وقبل ما سيبك لو سمحت اعمل اشتراك في القناة واعمل لايك للفيديو لو عجبك واسيب لي كومنت عشان استفيد من تعليقاتك وشككم الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته